اهلا بحضراتكم من جديد اخيرا اعلنت نقابة المهن السينمية في مصر يوم الاثنين ترشيح فيلم فوي 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 للمخرج عمر هلال للمنافسة على جائزة اسكار افضل فيلم اجنابي غير ناطق باللغة الانجليزية في الدورة ال 96 لجوائز الاسكار الفيلم بطولة محمد فراج ونلي كريم وبيومي فؤاد وطاها الدسوقي وامجد الحجار وبسانت شوقي وحجاج عبدالعظيم وحنان يوسف ولبنى ونس وبدأ عرضه في دور السينما الاسبوع الماضي زي ما حضر لكم عارفين قصة مشاركة فيلم مصري في ترشيحات الاسكار هي قصة جدلية جدا خصوصا بعد امتناع لجنة اختيار الفيلم المرشح لاسكار السنة اللي فاتت هنا في مصر عن ترشيح افلام وقبل كده كان بيبقى فيه جدل كبير حوالين الفيلم اللي بيتم اختياره احنا النهاردة مشرفنا احد اعضاء لجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في الاوسكار وهو الناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين علشان نعرف منه كواليس اللي دار في اللجنة ونفهم ايه هي معايير اختيار الفيلم زي احمد انا بيحب بحضلك جدا معنا في التاسع اهلا وسهلا اهلا بي اهلا بحضلك بداية كده عايزين نعرف كواليس تشكيل اللجنة والتسعود بيتم ازاي؟ كواليس تشكيل اللجنة هي المنوط بتشكيل اللجنة هي نقابة المعنة السينمائية بتاخد اسماء هذه الاسماء سواء لنقاد او لصناع سينما يعني ممكن يبقى مصور مخرج منتير سيناريست بالاضافة للنقاد ده الطبيعي بتبعتها للاكاديمية في امريكا للاكاديمية الاوسكار وبيوفقوا عليها يعني هي ما بقاش لاختيار اعتباطها بالضبط لازم يتوافق عليها وعلى هذا الاساس بتبتدي تتكون اللجنة اللجنة دي منوطة بايه؟ فيه الافلام اللي عرضت من شهر ديسمبر اللي فات وحتى نهاية هذا الشهر اللي احنا فيه اللي احنا فيه لان احنا الترشيح بنبعته يوم 28 الكلام اللي جاي او الترشيح النهائي يوم 28 بتيجي تقول شرط الاساسي للفيلم اللي يترشح من الدولة ان يكون عرض تجاريا على الاقل لمدة اسبوع عرض عام اللي احنا بيتكلم في الاسبوع اللي احنا بيتكلم في الفيلم اللي معانا درشح ايا كان المهم يكون اتعرض عرض عام عرض عام يعني مش ان انا بعمل عرض خاص ومع السلامة لا ده انا بعمل عرض للجمهور جمهور ده في التذاكر وده الطبيعي هنا ده الشرط الاساسي الموجود تيجي لللجنة اللجنة بقى ليها معي يرتب طيب بالنسبة للشرط الاساسي هل الاراد بيتحكم في لا 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 خالص نفترض ان فيلم نزل وما جابش ايراد ويتشال بس اتعرض ولا ما اتعرضش مش كل الناس اتدخل يتعرض بس طالما اتعرض واقعد في السينما الكام يوم ماليش دخل هو كده جاب عشرة جنيه جاب مليون جنيه جاب ميت مليون ماليش معي نقدر نعتبرها صغرة بيحطوها في الاشتراطات لا لا خالص حصلت قبل كده في ايه اللي احنا هنا في مصر اللي احنا الفيلم يتعرض لمدة اسبوع هل اللجنة هنا في مصر اللي بتحط بتشترط الشرط ده لا الشرط ده جاي من الاسكار وده مش شرط المصر ده شرط على مستوى العالم ان لازم الفيلم اللي انت هترشحه يكون اتعرض في بلده يعني الكلمة اساسا تعرض في بلده لمدة اسبوع حصل قبل كده مع افلام محمد حفظي مثلا على سبيل المثال ان هو دخلت دور العرض قبل ما اللجنة هنا تقفل عادي عادي ما بتبقاش فيها يعني بص روالك يهمنا ايه ان الفيلم اللي يترشح من مصر يكون عد عليه اسبوع عرض قبل نهاية الشهر الحالي ده الشرط الاساسي انا بقول كده لان بما ان حراك عضو في اللجنة كان فيه اتهام موجه للجنة ان هي بتجامل محمد حفظي سوز محمد حفظي سوزي فاني طلاب لا انا عضو اللجنة بقالي حوالي خمس ست سنين او اكتر حكاية المجاملة من عدمها النقاش هو اللي بيوديك رايح فيه لان فيه ناس فهمة فهمة غلط مش معنى ان فيلم جاب ايراد كبير في الدار العرض انه هو ده اللي يصلح ليه لا الترشيح ومش معنى ان فيلم مقاييسه فنية فقط الفنية حاجة والايرادات حاجة تانية خالص فانت هتجامل على اي اساس هو ده جاد سؤالي ما هو ده بالزبط عشان كده طب ما السنة اللي فاتت اللجنة امتنعت تماما عن الترشيح وحفظي كان ليه فيلم ايه المشكلة مفيش يعني لو نزل الفيلم قبل اللجنة بالزبط ما تختاره باسبوع ده الفكرة عادي قبل ما تقفل الباب قبل ما تقفل باسبوع يعني انت مثلا هتقفل الباب في واحدة في تلاتين تسعة تمام الشرط الاساسي ان قبل من يوم اربعة وعشرين ليوم تلاتين يكون الفيلم موجود في دول عرض بس طيب ده ليه اخترتوا فيلم فوي 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 تحديدا تمام هنا بقى انت بتتكلم على الجزء الفني العمل داخل اللجنة اللجنة اتكونت من تلاتين اللي حضر تمنتاشر فيه اتنين اعتذروا والباقي اللي مسافر واللي مش موجود فخلص اجتمعنا اول يوم احنا اجتمعنا اجتمعين اجتمعنا النهاردة واتتمعنا الاسبوع الجاي مثلا اللي حصل ان اول يوم اتوزى علينا الافلام قايمة بالافلام اللي اتعرضت من شهر اتناشر لحد دلوقتي تمام مجموعها كده حوالي اتنين وتلاتين اتلاتة وتلاتين فيلم جميل فيلم واحد على المنصات والافلام الاخرى كلها نزلت ايه؟ دور عرض دور عرض من الافلام دي انت مش هتقدر او على الاقل انت كصانع سينما ومهتم بالعمل لازم تكون تفرجت على مجموعة افلام اكيد مش هنتفرج على تلاتة وتلاتين فيلم في نسبوع فبيحصل تصفية ان انت بتعمل قايمة قصيرة من التلاتة وتلاتين فيلم ترشحهم لعدد اقل شوية اخترنا خمس افلام بعضنا ممكن مش هفهمش وبالبعض الاخر يحب يشوفهم مرة تانية عشان يقف على الزبط على الاختيار الاختيار اخترنا خمس افلام الخمس افلام اتعمل لنا عرض المدة يومين مثلا يوم الاربع والخميس احنا بس اه اللجنة بس اللجنة بس واتعرضت الافلام الايه الخمس بعد كده كان عندنا اجتماع يوم الاثنين اللي فات على اساس الاختيار جينا في الاختيار قلنا لا احنا الناقش الاول ايه اللي احنا عايزينه قبل ما نعمل عملية التصويت تمام لان التصويت بيبقى التصويت سير كل واحد بيكتفه وراء فانا مش هاااا اكتب وبعدين اناقش اكيد فناقشنا الموضوع تناقش الموضوع في ايه اول حاجة انت عندك الخمس افلام فيه على الاقل منهم فيلمين ممكن ينفسوا بعض طيب ايه اللي يخليك تفضل فيلم عن الاخر الحكاية مش حكاية مستوى فني بس لا اكيد هي رايحة فيه عناصر اخرى اول حاجة انت بتتكلم على الفيلم اللي رايح للأوسكار بينافس كان بينافس تمانين دولة اخرى يعني تمانين فيلم من تمانين دولة غير ناطقة بالانجليزية بالضبط تمام وعندهم افلام كبيرة الحاجة التانية هو الغرب لما بيحب يشوف السينما المصرية او العربية عايز ايه عايز تعمله فيلم اكشن او رومانسي او غنائي تم ما هو ملك الاكشن وملك الرومانسية يبقى لازم حتى نجيب محفوظ اخد الجيزة بتاعته جيزة نوبل من الاغرق في المحلية فده اساس فانت تشوف ايه المقاييس الفنية اللي عندك وايه الفيلم اللي ممكن يلف او السيناريو اللي يلفت نظر الغرب لي التمانين اه وينافس في خلال التمانين دولة اه اول حاجة لابد ان نعترف مستوى السينما المصرية في الوقت الحالي في العشر سينين اللي فاتوا مش على ما يرام انه هو ينافس ممكن احنا ننافس بعضنا ونقدم افلام ممكن تبقى افلام جماهيرية ولكن المنافسة الدولية لها ايه شروط وصعوبات اخرى هل ده معناها قبل عشر سنين كنا بنقدر ننافس بردو ولا شوف سؤال حضرتك مهم جدا احنا على مدار ستين سنة ما ترشح لناش فيلم ما دخلناش في القوائم القصيرة ولكن انت ما تسأل نفسك ليه لا انا اسأل حضرتك ماشي انا بسأل نفس ليه لسبب بسيط هو مش معنى ان انا اخترت فيلم ورشحت وهو ده كده خلاص وهم يشوفوه او ما يشوفوش هم احرار الطبيعي في بعض الامور ما كناش بنعملها زي ايه انت لما يكون عندك فيلم واحنا رشحناه محتاج موزع قوي يعمله عرض لمدة اسبوع في امريكا محتاج عرض خاص لبعض النقاد اللي هم قريبين من الاسكر على الاقل انت بتخدم على شغلك هل احنا عملنا كده ولا احنا كنا نكتفي بالترشيح فقط كلهم نكتفي شكلنا اكيد بالترشيح فقط بالزبط فهنا فيه فرق ومحدة هيجي يقولك طب الدولة ما بتعملش كده ليه طب دي مسئولية المنتج طب المنتج نفسه ما يعرفش ما يعرفش الجزئيات ما انت خلي بالك كل ما بتقرب كل ما بتبتدي تفهم بعض الوقت بس انا تأخرنا كده 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 قوي على ما فهم دا للأسف دا للأسف لان كان صعوبة عرض فيلم مصري في امريكا في الستينات والسبعينات مش سهلة بالفترة كمان اللي كان فيه انتاج انتاج جميع أو انتاج قوي بالزبط فبعد أفلامك كانت بتتعرض في كاين وبرلين وهكذا لكن ان هي وجودها في الأوسكار كانت أصعب طيب السنة دي المتوقع ايه بقى من خلال هل تخذنا كل الطرق اللي حداك أشارت لها دلوقتي هل احنا فعلا الفيلم دا تم عرضه برة أو على عرض خاص لبعض المقادر اللي هم قريبين عشان نبقى الصراحة مع بعض لو انت بتكلم على الإجراءات اه احنا بالنسبة لنا كلجنة اخترنا دا باكتساح الأرقام يعني احنا لو بنكلم 18 صوت فيه 15 اختاروا هذا الفيلم فده 15 من 18 لهو يعتبر 15 من إجمالي 30 اللجنة كلها احنا الـ 12 اللي ما حضرهش برضو بس اللي حضر اصل لما حضرش ما صوتش لم يأخذ بصوت هل دا ما يتحسبش حاجة تانية اللي ما حضرش دا لا 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 ما يبقاش موجود ما يبقاش موجود فانت بتكلم على اكتساح تمام خلاص رشحنا الفيلم هنا بقى عندك مخرج وعندك منتج وعندك موزع هو فاهم الموضوع قدر يجري ورا فيلمه انه هو يلمس هناك وكي الحاجة التانية هل مستوى السينما في الوقت الحالي وبرجع لسؤالي هل مستوى السينما في الوقت الحالي يقدر ينافس بالمقييس العالمية الموجودة في دول زي كوريا وده المهم وده اهم نقطة في الموضوع كله في الوقت الحالي لازم تكون صريح مع نفسك وقولك صعب لكن انت بتقول والله انا بحاول بقى وهنشوف الدنيا تمشي ازاي كترشيح لكن كأسكر ان انت تدخل في القيمة القصيرة او في التصفية النهائية في الوقت الحالي لا احنا وصلنا للتصفية النهائية مصر لم تصل الى التصفية في الاساس من سافر وخلاص ولكن في تقريبا فيلمين او ثلاثة فيلم من تونس فيلم من لبنان اترشحوا للقيمة القصيرة زي القضية 23 وزي الرجل الذي بعضها بس ما ننساش نقطة مهمة هذه الافلام داخل فيها بعض التمويلات من منظمات اخرى هي دي اللي كانت وراها بقوة برا فقدرت ان هي تسنت شوية فمعنى وصلها للقيمة القصيرة ده نجاح كبير جدا احنا بنتمنى ندخل في هذه الافلامة احنا نقدر نعمل ايه عشان تعمل فيلم اولا نختار موضوع جيد يهم الرجل الشارع لان انت الاغراق في المحلية هو اللي بيخليك عالمي مش انك تنافس العالم في اللي هو بعمله لا هو كل واحد المفروض بيطلع باللي عنده بالزبط من المجتمع بتاعه بالزبط فده اول حاجة تاني حاجة محتاج ان انا اعمل الفيلم بمقييس فنية جيد اصرف عليه بشكل جيد تالت حاجة لازم يترشح لي بعض المهرجانات الموجودة الاوروبية زي كهن وبرلين وفينيسيا وغيره وغيره والصحافة الاجنبية تكتب حاس انه يعمل لنفسه ما معنى كلامي ان انت بتتكلم بعد صناعة الفيلم هو ده الاساس مش قبلها يعني لو قلنا الموضوع بينقسم لشقين شق بيعتمد على الصناعة شق بيعتمد على الصناعة لحد ما تنزل فيلم لحد الفيلم ينزل في دار العرض ما بعدها هي دي المرحلة الاصعب اللي انا عايز اشتغل عليها عشان بعد كده الام مصبر هل اللجنة ممكن تختار فيلم وهي غير مقتنعة به 100% لمجرد المشاركة؟ لا لا على الاقل الايام دي يقولك لا السنة دي لا لا لكن حصلت من سنتين ان كان فيه فيلم مرشح وبعدين اكتشفنا ان الفيلم ده شارك في مراجع فالمشكلة الاساسية انه ما ينفعش يشارك تاني فاترشح الفيلم اللي بعديه ولكن مستوى كان مستوى كان اقل فاللجنة هنا رفضته تمام رفضت ترشحه للجنة اوسكار السؤال الاخير اللي عايز اختم بيه الفقرة مع حضرتك هو متعلق بيه الفيلم لما يتحط عليه ان هو شارك في اوسكار دي بتعمل حق يعني لا فايدة في التسويق في السوق ولا هي اي حاجة في التسويق ممكن تلعب عليها وتنجح ولكن هل الفيلم مقاييسه تجارية جماهيرية ولا مقاييسه فنية للمهرجانات لأول مرة السنة دي تشوف لأول مرة السنة دي تلاقي الفيلم زي فوي فوي انه هو عنده حياة نقدية جيدة انه قد متقبلينه وفي نفس الوقت نزل دور العرض فالجمهور دخل الفيلم فجاب ايرادات يعني جه الجانب الفني والجانب التجاري قريبين شوية من بعض ده ليه؟ لان الفيلم غير انه هو جيد متاخد عن احداث حقيقية طيب هل اسبوع انا ادراحكم على فيلم انه هو في دور العرض حق الجزء الخاص بالارادات في اسبوع عشان تقول فيلم نجح تجاريا اه او صمت تجاريا مش اقل من 3 ل 4 سبع يعني احنا دلوقتي لحد دلوقتي بنتكلم على الجانب الفن انه هو يعني حاز اعجاب اللجنة من خلال الله قاله اسبوعين يعني يعتبر كويس لكن انا الحكم الصحيح من 3 ل 4 اسابيع اقدر اقول هذا الفيلم جيد ولا لا هل اللي احنا نعرفه عن اسكر انه مش لازم الفيلم يحقق ارباح يعني دايما افلام المهرجانات بتبقى صعبة شوية كنا دايما بنقول يوسف شهين ده افلامه وتروح مهرجانات ايوه ما اجيبش ايراد او المهرجانات الكبرى ملهاش دخل بالايراد ليها دخل بالعرض العام انت بتعرض على جمهور جمهور دخل ودفعت ذكر ونقطة مهمة اللي حضرتك شرطي لها انه هو العمل يكون خارج من المجتمع اللي انت بتمثله ده عشان على الاقل نظرة الغرب بالزبط بالزبط عشان ينافس مش هتعمل فيلم وانت فيلم مصري بينايش قضية في امريكا ولا الاجتشم بتاعهم ولا الربز بالزبط انت تلعب في منطقتك شوف انت لو فكرت في قضية محلية تماما كل الناس هتتفرج عليه وزي ما اتكلمنا عن نجيب محفوظ هو اخذ نوبل منين من الاغرق في المحلية من جوه هو منافس فيكتور هوجو لا ولا نفس تلستوي هو نفس مين نفس نفسه هنا عشان كده اخذ نوبل اخذ العلمين ساز احمد سعدين انا بشكرك جدا نقض الفن الكبير بشكرك جدا اللي وجودك معنا وتصليط الضوء على فيلم وفي النهاية احنا بنتمنى التوفيق لأي حاجة بتمثل مصر بنتمنى لها نتمنى زي احنا دايما عايزين السنما المصرية في ازدهار لان هي دي قصد السنما في المنطقة بزر سنما عمرها 120 سنة مش حاجة سهلة انا مشكرك جدا نستاذ احمد سعد مشاهدينا الفقرة دي انتهت مكملين مع حضراتكم في فقرة تانية بتتكلم برضو عن الفن ولكن الفن المتعلق بانتصارات اكتوبر هو رح لفاصل وانارجع لحضركم تاني موسيقى 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 موسيقى